كما وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيدة من السهر الرسمية وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 550 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبوطات بلغت 347 طن وفي مجال حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدومة تم ضبط 63 طن أما في مجال حجب أرز الشعير والأرز الأبيض وعدم توريد أرز الشعير والبيع بأزيدة من السعر الرسمي للأرز الأبيض فقد تم ضبط 245 طن وفي مجال البيع بأزيدة من السعر الرسمي للسلع تم ضبط 28 طن وفي مجال البيع بأزيدة من السعر الرسمي لمواد البناء تم ضبط 10 أطنان إسمنت وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 473 قضية من بينها 166 قضية خبز ناقص للوزن و118 قضية خبز غير مطابق للمواصفات أما في مجال القضايا التامونية المتعلقة بغش الأعلاف فقد تم ضبط سلاس قضايا بمضبوطات بلغت 9 أطنان